هذا الجهاز من المفترض أن يقيس نسبة تلوث الهواء نحن الآن في محطة أكسفورد سيركيس إحدى أكثر محطات مترو الأنفاق ازدحاماً في لندن النتيجة صادمة الهواء هنا لا يصلح للاستنشاق الآدمي هذا داخل المحطة ماذا عن خارجها؟ ما أن تبدأ بمغادرة مترو الأنفاق حتى تبدأ جودة الهواء بالتحسن لكن تبقى مدينة لندن التي يقتنها أكثر من ثمانية ملايين شخص إحدى أكثر مدن العالم تلوثاً وتبقى القضايا البيئية من المواضيع الأكثر سكونة في الشارع البريطاني خاصة وأن الحكومة تنفق ما يقارب العشرين مليار جنيه سنوياً للحد من تداعيات التلوث وهو ما دفعها مؤخراً إلى توسيع منطقة الإنبعاتات المنخفضة أو ما يعرف بيولاز لتشمل مساحات أكبر من العاصمة جودة الهواء في هذه المنطقة بحسب نفس الجهاز تشير إلى معدلات طبيعية لكن هذه المنطقة أصبحت من المناطق المقيدة برسوم على أكثر من سبعمائة ألف سيارة لا تستوفي المعايير البيئية بحسب خطة الحكومة الجديدة معاردون يقولون أن التعرف الجديدة لا تتعلق بجودة الهواء وإنما بالإيرادات الناتجة عن الرسوم المفوضة بعد التوسع أصبحت منطقة الإنبعاثات المنخفضة تغطي مساحة 380 كم مربعاً من لندن أي أكبر عن المساحة السابقة بـ 18 مرة وسيتم فرض غرامة تصل إلى 160 جنيهاً استرلينياً على صائقين مركبات متضررة وهو ما اعتبره كثيرون نظاماً لا يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة التي تمنع الناس من تجديد مركباتهم أنا أقود سيارتي كثيراً في لندن ولا أعتقد أن هذا أمراً عادلاً لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم سيارات تعمل بالديزل وربما اشتروا سياراتهم مؤخراً إذا كنت تعمل في الجانب التجاري فإنك من الأرجح ستضع الرسوم على العميل لكن العديد من المشاريع كهذه تفترض أن الأمر صحي للجميع النظام الجديد دفع بعض المخربين إلى تحطيم أكثر من 600 كاميرا مراقبة خاصة بيولاز حتى الآن فيما هجمت حكومة المحافظين توقيط المشروع الذي فرضه عمدة لندن العمالي واعتبرته وقتاً غير مناسب لفرض رسوم إضافية على عائلات تعاني من تكاليف معيشية مرتفعة بالأساس قاعدة الملوث يدفع قاعدة سائدة في بريطانيا وعادة مقبولة بين الناس لكن العديد يرى أن تسيص القضايا البيئية وتدخل الحكومة بها بات سبباً في انقسام الناس إزاء كيفية التعامل مع الأزمة البيئية والحد من تداعياتها من لندن عروب عبد الحق الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر